ازاي اقدر اعالج شعري مثلا؟ كتير من السيدات بيبقى عندها فكرة ان انا فلانة ريلاتيف لية او صديقة لية اتعالجت عن طريق مثلا وحنتكلم عن البشرة عن طريق التأشير بستراتيجي معينة او يعني اسلوب معين فحاجة اقولك استاذ نرميم انا عايزة استخدم الاسلوب ده ازاي بتقدر تفهمي الحالة عندك او العميلة ان الاسلوب ده مش هينفع معاكي والمناسب لكده هو الاساسي عندي المفروض ان فيه التشخيص الاول لان انا بشخص حالتها وبعرف هي محتاجة ايه بالزبط وبوجهها ليه بالزبط ده اهم حاجة ان انا لازم اوجهها بالزبط ايه اللي هي محتاجة لاني ساي مثلا فيه سيدات كتير تشوف مثلا صاحبتها او اختها عملت جلسة ما وتيجي تقولي انا عايز اعمل نتيجة تأتيك الكويسة فانا جاي اعمل الجلسة دي اه بالزبط كده فده طبعا خطأ جدا وهيكون مدرقة ممكن تكون مش مفيدة اصلا ليها بالمرة فببدأ ان انا اشخصها صح وان انا اوجهها صح وبعد كده اقول لها انت محتاجة كذا وكذا واعرفها الروتين بتاع واعرفها كل حاجة خاصة ببشرتها وبحالتها ايه عشان بعد كده تقدر تتعامل صحة وتبقى فهمة يعني هي عايز تعمل ايه بالزبط وتحدث بالزبط اللي هي محتاجة طيب خليني بقى اتكلم معاك في حاجة مهمة جدا مجال التجميل دلوقتي اصبح ترند اشتركوا في القناة